اشتركوا في القناة القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح رح يمكث القمر في هذه المنزلة لغاية الساعة 12 و53 دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر طبعا بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الصرفة وهي منزلة جيدة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد فالناس بكونوا من حولنا في هذه الفترة أكثر كرما مما اعتدناها من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حالية ثمينة التحلي بالشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا اليوم في عنا بداية لزاويتين رح يتشكلوا بطيئات الزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو هاي طبعا ذروتها يوم ثمنطاعش ثلاث من اليوم بيبدأ تأثيرها مستمر تأثيرها لغاية يوم اثنين وعشرين ثلاث هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها وكما أنه بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم دروتها يوم سبعة عشر ثلاث وبتنتهي يوم تسعة عشر ثلاث بننشط فمنباشر بأكثر من مسعة في أكثر من اتجاه في نفس الوقت وهذا الإشي بخلينا ننجز كثير من الأمور وكمان بتعزز من قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود عندنا أما بالنسبة للزاويتين الثانيات اللي هم نذكرهم إنه فترة اللي بنتهو يوم سبعة عشر ثلاث الزاوية الأولى هي اختران سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي اللي إلها علاقة إنها بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وإلها علاقة بعدم الاستقرار على المستوى السياسي وكذلك يعني من أهم النقاط اللي صارت اللي هي الأمور المناخية اللي صارت في خلال الأيام هاي اللي بشعروا فيها معظم الدول وإلها علاقة برضو بأمور إلها علاقة بالغاز والتسمم الجماعي عنا في الأردن صار هذا الموضوع اللي هو موضوع التسمم الجماعي وارتفاع أسعار النفط وهذا عالميا معروف شو أسبابه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وحكينا ممتزجة يعني خليط بين السعادة وبين النحوسة وهي برضو التأثيرات لغاية يوم 17-3 فبيسود جوعا من الود من ناحية إيجابية وبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن من سلبياتها أكثر المتضررين هم المتزوجون واللي علاقاتهم العاطفية جديدة أو ضعيفة لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية أما بالنسبة لليوم اليوم في زاوية وحيدة قبل خلو المسار هي زاوية التقابل السلبية اللي راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون الساعة 10 و 55 دقيقة صباحا يعني قبل الظهر بشوي بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتخلينا نواجه مصاحب عرقية اللي بتتطلب مننا أن نبذ الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وبرضو ما لازم نعتمد على الحضوض فيها بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار فخلو المسار راح يستمر من الساعة 10 و 55 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء ورح يستمر حتى صباح يوم الأربعاء يعني لغاية الساعة 54 دقيقة صباحا من صباح الأربعاء لينتقل بعدها القمر لبرج العذراء يعني عنا مدة طويلة لتقريبا 18 ساعة لخلو المسار وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أو اتفقنا عليه قبل خلو المسار يصلح أنك أنت تستغله وتنفذه بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا الأكثر حساسية بتكون خلال هذا اليوم القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان فهاي أكثر حساسية اللي بيشعر بأي أعراض غير اعتيادية يراجع طبيبه بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل لهذا الموضوع ولكن هذا يوم غير مناسب لعمليات جراحية تجميلية اللي ممكن عملية حقن أو عملية البشرة أو المرهاي فما في أي مشاكل عملية الجراحة إذا كان اضطرار الموضوع ما في أي مشكلة ولكن إذا كان في مجلة تأجيل بيكون أفضل لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا ما في أي مشاكل يوم مناسب لهذا الموضوع ممكن شوية حرارة بندول يفي بالغرض إذا شعرت بأي أعراض أخرى مثل يعني ألام بالصدر أو أمور مثل هيك يعني أسبرين برضو يفي بالغرض بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب 13 يوم في تمام الساعة 12 و29 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بيصير يعني تقريبا اليوم 14 ولكنه بظله المحدب عمره تقريبا بحدود أو حجمه 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدي بنسبة 15% القمر في الأسد وزي ما حكينا خلوه ومسار بدو ينتقل للعذراء طبعا هو رح يظل في الأسد لغاية يوم 16 منتحس الآن هو بنسبة 90% ولكن مع ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% وطول اليوم 10% أما بالنسبة العطارد في الحوت حتى يوم 27 ثلاثة سعيد بنسبة 70% الزهرة في الدلو حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمس سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4 ست سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ست سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل زي أمس ما زال القمر في البيت الخامس في برج الأسد فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع وهذا اليوم أفضل من يوم أمس فترة مثمرة إيجابية يبتمجح في أمور لها علاقة إما حملة ترويجية أو ترويج لسلعة أو حوار عشان هيك لازم اليوم تكون جريء في طرح المعلومات اللي موجودة عندك أو وجهة نظرك اليوم برضو بتتسار على الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض وهذا اليوم برضو بعزز علاقتك مع الأحبة إن كان أبناء أو والدين أو حتى الحبيب نفسه برج الثور القمر ما زال موجود في البيت الرابع يعني زي أم أمس ولكن اليوم أقوى حضوظه بالنسبة لأمور البيت بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائدة ممكن تلمس بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة أو أهم شي إنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية وحاول إنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة استشير طبيبك خلال هذا اليوم إذا شعرت بأي شيء غير اعتياد يرغم إنه ما فيها الشيء المقلق على المستوى الصحي ولكن إجمالا الأجواء أفضل من يوم أمس برج الجوزة مثل يوم أمس القمر ما زال موجود بالأسد بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو تغيير جو أو زيارة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو أحد الجيران بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء إنك تحاول إنك ما تتهرب من مسؤولياتك ممكن يتغير يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي الليوني والدبلوماسية وخصوصا في أمور التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتناقلات برج السرطان اليوم برضو زي يوم أمس الفرصة مناسبة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء إنك تتفاعل الأجواء جيدة وإيجابية ولكن حاول إنك ما تغامر بالأمور المالية كثير وفي نفس اللحظة لا تكفل حد ولا تضمن حد إذا إلك اليوم بعض الاهتمامات المالية ممكن تنجزها برج الأسد طبعا اليوم أفضل من يوم عمس اليوم رح تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية وهذا الشيء رح يعدلكم نشاط أكثر برضو بكثير من الأيام الماضية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وبتقدروا اليوم توضحوا وجهة نظركم وتهتموا بمظهركم بتشعروا بالحماس الفائضة وبتنشغلوا بوضع حجر أساس لمشروع أو لفكرة جديدة أنت اليوم بتمتلك أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن اليوم تبدأ صفحة جديدة في حياتك وهذا الشيء رح يكون لصالحك برج العذراء طبعا لآخر يوم ما زالت الأجواء متعبة بالنسبة لموليد برج العذراء لأن القمر ما زال موجود في برج الأسد لغاية يوم الغد اللي هو صباح يوم الأربعة لا تتحسن الأجواء عندكم لأن القمر بوصل عندكم فعشان هيك حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير وعشان هيك برضو بتكون حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة فممكن تخيب أمالك أو تتأخر بعض أعمالك فعشان هيك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسن قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخضرك الحظ بكل بساطة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم أكثر من يوم أمس اليوم عندكم نشاط عالي جدا على المستوى الاجتماعي ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو يكون عندهم لقاء في البيت خاص فيهم بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر اليوم تقدر تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ورح تعرف اليوم كثير من اللقاءات اللي رح تكون داعملة إلك أهم شي إنك ما تماطل ما تتخاذل حاول إنك تتشجع وخصوصا للعمل الجماعي لأنه من خلاله الفائدة برج العقرب طبعا ما زال الجوب بيتركز على اهتمامكم حول المحافظة على سمعتكم ومصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شي إنك تتهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين احرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة احرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها يعني بمعنى آخر أهم شي إنك تحافظ على سمعتك تحافظ على عملك على علاقاتك بالمسؤولين أو حتى بمعارفك ممكن تهتم ببعض الأمور العائلية اليوم برج القوس بتنشطوا اليوم بشكل واضح تماماً في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو الحوار مع أجانب أو أمور إلها علاقة بسفر أو ممكن تشارك في حملة أو امتحان مثلاً أو عندك مؤتمر أو تشارك في ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وبتقدروا تعززوا اليوم العلاقات مع أحبائكم بشكل كبير ممكن اليوم بعضكم يسافر في رحلة أو يفرح لإنفراج أو تسوي مهمة تهتموا بهواية جديدة حيويتك عالية ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك قدرة عالية جداً على التواصل مع المحيط برج الجدي اليوم التركيز أكثر على الأمور المالية فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أي الأموال اللي فيه شريك ما بينك وبين أو فيها ممكن الزوج أو بنك ضريبة تعمين من هاي الأمور من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي أنت بتحلم فيها برضو بتقدر اليوم تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة وممكن تعالج الشؤون العائلية المهمة برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم اليوم أكثر من يوم أمس كعلاقتكم ما بينكو بين الأزواج إيجابية أو سلبية طبعا ولكن ممكن المصالحات أو تراجع عن قرارات سابقة اليوم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بتكون تحذروا الخلافات وحاولوا ما تضخموا الأمور اليوم أنت شوي حساس لأن طاقتك شوي ضعيفة بتكون متوتر أغلب الوقت بسبب قلق من مسألة ما فعشان هيك بدك تحاذر إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب عصبيتك واضحة وهذا الشيء ممكن يثير النفور بالأشخاص للأشخاص اللي بيتعاملوا معك برج الحوت النسبة لموليد برج الحوت طبعا زي يوم أمس الآن بدأ التركيز على أمور العمل والقمر بدأ بمراحل المقابلة لإلكم فعشان هيك بتجد أنه في صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو في مشاكل بتصير في مكان العمل أو العمل بيتراكم عندكم تدريجيا ما بتقدروا تنجزوا كل أعمالكم فعشان هيك انجزوا فقط اللي بتقدروا عليه من العمل الضروري والمهم وما ترهق حالك وما تشغل حالك بأعمال مش مهمة عشان تنجز المهم بدك تنتبه لغذائك تنتبه لراحتك اليوم لا تهمل الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية لأنه صحة شوي في الطاقة ضعيفة فبكون الوضع حساس ممكن إذا شعرت بشيء غير اعتيادي أنك تراجع طبيبك ولكن اليوم دك تكون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك ومعنوياتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر